النهاردة الحقيقة يمكن الجهة الإدارية وممثلة في وزارة الشعب ورياضة قامت بنشر لائحة النظام الأساسي الجديدة لاتحاد الكرة في الجريدة الرسمية وده بعد ما تم اعتمادها رسمياً مبارح من قبل اللجنة الأولمبية المصرية وبمجرد نشر اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة في الجريدة الرسمية حدد اتحاد الكرة بالتنصيق طبعاً مع وزارة الرياضة يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله لهايوافق يوم 6 ديسمبر هيكون معاد لفتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة جديداً هتبتدي الانتخابات بداية من يوم 5 يناير ويمكن في اللايحة الجديدة يعني ذكر إنه لجنة الانضباط بالجبلية برئاسة المستشار عبدالصالح هتكون هي اللجنة الانتخابية المسؤولة عن انتخابات اتحاد الكرة ولجنة الاستقناف برئاسة المستشار عدل الشرباجي هي المسؤولة عن قبول التظلمات حل طبعاً قيام أي مرشح بالطعن على قرارات اللجنة الانتخابية